ياهلا ومرحبا فيكم جايبة لكم قصة غريبة غريبة جدا ولا في الخيال هذه القصة حقيقية يعني مو من وحي الخيال لأنه حتى لو طلعت في المسلسلات والأفلام أتوقع أنكم راح تقولون خيال هذا المؤلف كبير جدا خلونا نتعرف على بطلة هذه القصة صاحبة القصة هي من الإمارات اسمها فاطمة وبالتحديد من منطقة رأس الخيمة شنو قصتها شنو تفاصيل الأحداث راح تجيكم الآن بسم الله كان في وحدة خلوقة وطيبة وعايشة حياتها مستقرة مع زوجها وعيالها في إحدى قرى رأس الخيمة عايشة مع ولدها الصغير توها أنجبتها هي تقريبا عمرها في العشرينات جابت ولد اسمه علي وهو تقريبا رضيع كانوا تعرفون زمن أول الحريم يساعدون أزواجهم في رعي الأغنام هذا ما حصل لفاطمة فاطمة طلعت الصباح ولم تأتي زوجها كان يحبها حب شديد ولما تأخرت عن البيت بحث عنها في كل مكان ما شاف لها أي أثر هنا الأبو ما استسلم ضل يبحث 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 عنها وخلى البحث عنها هو أرض للعائلة يتولى كل كبير من أحد أفراد العائلة في البحث عن أمهم فاطمة علي كبر وصار عمره تقريبا في العشرينات تزوج علي وجاب عيال وظل يبحث برضو عن أمه والعيال برضو يبحثون عن أمهم هذا كل الكلام في قديما يعني عام 1945 ميلادي إيه هذي فاطمة ما عندها إلا هذا الوحيد علي ما لحقت تنجي بغيرة تقولون فصم الحذاب ما شافاها بأي مكان ولكن المفقودة والمختطفة فاطمة ظلت مفقودة عن أهلها خمسة وخمسين سنة وهم ما فقدوا الأمل يموت واحد ويخلف من بعد الورث حق ابنه الثاني ويظل الجديد يبحث عنها وهكذا وهكذا لما وصلوا إلى صحيفة من أحدى الصحف السعودية تبنت القضية وقالت لهم أنا راح أنشر الخبر في البداية رفضوا الصراحة قالوا إيش ود أمنا للسعودية وبالأخص أن أمهم كانت مستقرة ما كانت تبحث عن سفر أو هروب من البيت أو أي شي فاستبعدوا هذا الشي في البداية وبالفعل نشرو خبرهم في صحيفة الرياض عام 1427 هجرية يعني بالميلادي شهر مايو 2007 نشرو الخبر مع أنهم داخلهم مش مقتنعين أن أمهم إش وداها إلى الرياض أو إلى السعودية نشرو الخبر أنهم تعبوا وهم يدورون عليها وأبوهم توفى في حادث سير شنيع جدا وقال لهم أن أرث الوحيد يدورون على أمهم ويقول أن خلال هذه الفترة الطويلة سمعوا كذا خبر أول خبر أن جاءت هذه أمهم المنطقة وسئلت عن ولدها اللي هو متوفي ولما عرفت أنه خلاص توفى راحت ما درت أنه عنده هذا الولد أحفاد وأيضا الخبر الثاني سمعوا أنها أول ما فقدت رسلت رسالة إلى أحد معارفها أو صديقاتها تخبرها أنها خلاص لا تسألوا عني أنا متزوجة في دبي لكن للأسف في حينها يعني على ذاك الزمن القديم ما قدروا أنهم يتأكدون من حقيقة هذه الرسالة ويتتبعون أثرها عشان يعرفون من وين مصدر هذه الرسالة وأيضا يقول في خبر وهم قاعدين في إحدى المقاهي وتكلموا عن أوصاف هذه المخطوفة جدتهم وفي واحد خبرهم أن في وحدة موجودة بنفس المواصفات في دبي وغير هذا كله في الآونة الأخيرة كانت أمهم دائما تحلم أن جدتهم تسأل عنهم وتخبر عيالها أن دائما يجيها منام أن الجدة حية وتسأل عنهم طبعا لا تنسون أن هذه البنت انخطفت من خمسة وخمسين سنة يعني كلما تمر سنة يصير عملية العثور على هذا الشخص أصعب من السنة اللي قبلها وخمسة وخمسين سنة يعني نسقرن وعيالها ما قصروا وراحوا للشرطة وخبروهم المشكلة هنا أن ما عندها أوراق ثبوتية ولا حتى في الجوازات تثبت أن هذه المرأة طلعت أو دخلت أو راحة تنقلت من مكان أو حتى دخلت مستشفيات ما في أبدا لها أي أوراق ثبوتية عشان كذا صار عملية البحث عنها في الأوهام يعني بشكل عشوائي طبعا صحيفة الرياض تواصلت مع هذول الأهل عشان تتأكد هل هذا الخبر صحيح ولما قالوا لهم فعلا هذا الخبر صار وحقيقي مئة بالمئة وأن الزوج مات والأبو اللي هو ولدها الوحيد توفى وحمل الأرث لعيالها للبحث عنها قاموا أهم ونشروا الخبر تخيلوا في فترة وجيزة جدا يعني وقت قصير تواصلوا معاهم أحد رجال الأعمال في السعودية في منطقة الرياض قالوا لهم أن هذه الجدة فعلا كانت تقيم معاهم شلون وكيف الطريقة طيب قبل ما نقدم على تفاصيل القصة لازم يتأكدون من البنت نفسها هل في أوراق ثبوتية تثبت أن هذه المرأة من الإمارات أو اسمها الكامل هل هي اسمها فاطمة بن فلان الفلاني قال لهم هذا الرجل أنا هذه كنت أحبها مرة لأنها ربتني من ونا صغير فعشان كذا أنا راح أساعدهم لأني أعتبرها جدتنا كلنا وبالفعل قام يبحث في الأوراق الثبوتية حقتها بالأخص أن هذه الجدة توفت قبل 17 سنة بس قال أنه لازم ببحث عن أي أوراق عشان تثبت حقيقة أنه كانت معنا وحدة بهذه الاسم وربتنا وربت أحفادنا كأنها وحدة من الأسرة وبالفعل خصوصا أنه ولدهم يقول أنه ما في لها أي أوراق ثبوتية ولا في لها أي خروج وأي دخول من برد دولة الإمارات فلما اتصلت عليهم هذه الصحيفة وأخبرتهم أنه في خيوط أنهم لقوا هذه الأم لدعاء إلى ثرية ومن رجال الأعمال وعاشت معاهم أكثر من أربعين سنة لكن قالوا لهم انتظروا عشان فقط بسنا بنعرف أدلة وإثباتات تثبت أن هذه الجدة هي الحقيقية بشحمها ولحمها موجودة عند هدولة اللي هم رجال الأعمال فانتظروا شوي لما يشوفون أوراقها ويجردون أغراضها وبالأخص أن جدتكم أصبحت الآن متوفية من 17 سنة فالجرد في الأوراق يبغى لا وقت ضلوا في الانتظار كذا شهر بس عشان يعرفون هل صحيح جدتهم كانت موجودة أو لا جاهم الخبر صور للجدة أوراق ثبوتية للجدة تثبت أن هذه الجدة فعلا باسمها الكامل هي جدتهم وغير هذا كله وجود شريط فيديو لهذه الجدة مع هذه الأسرة اللي كانت تعيش معاهم وتربي أعيالهم ولكن السؤال هنا شلون عرفتوا أن هذه الجدة كانت تعيش معاكم شلون تأكدتوا أن هذه الجدة هي المقصودة وأنها هي فعلا المخطوفة واللي كانت عندكم في الرياض قال رجل الأعمال أن هذه الجدة عندنا مواصفاتها ودائما كانت الأسرة تتناول قصتها بشكل مستمر نعتبر أحفادها لأنها كانت جدا مثل ما تقولون حنونة وكانت دائما ترعاهم وتهتم فيهم وهذه الجدة لها أوصاف ولها قصة بتشابه مع سرد القصة لأحفاد المفقودة وكذلك غير هذا كله وجود اسمها الحقيقي الكامل نفسه مطابق حق الاسم لهذه المفقودة على لسان أحد أحفادها ولما عرف هذا ابن رجل الأعمال اللي كانت تربيه هذه فاطمة راح وتواصل مع الصحيفة لأنها كانت الصحيفة رابط بين الرياض وأهلها في دبي إنه فعلا لما تواصلوا معاهم صار الأمر أصعب عليهم إنهم يدورون في الأوراق الثبوتية خصوصا إنها هذه المتوفية قبل 17 سنة وفعلا لقوا صورة من حفيظة النفوس للمفقودة فاطمة وكذلك لقى هذا الرجل مقطع فيديو يظهر فيه الجدة بشكل واضح جدا هذا صار أكبر دليل على أن المفقودة فاطمة اللي اختطفت وهي ترعى الأغنام كانت موجودة عند أحد رجال الأعمال في الرياض وهنا يدور السؤال لهذا الرجل إشلون عرفتوا قصتها وكيف جدكم وكيف كنتوا تتعاملون معاها قال هذه الجدة من وتعين على الدنيا وإحنا نسميها جدة الحقابين والسبب إنها كانت الأم الحنونة والمصدر الرئيسي حق كل أفراد العائلة وبالأخص الأطفال كانوا جدا يلتمون حولها كنا ما نعتبرها إلا واحدة من أفراد الأسرة لكنها يقول كانت كتومة جدا جدا ما كنا أصلا نعرف عن قصتها لما أهلنا الكبار أهم اللي قالوا لنا قصتها ما كانت إيه تخبر عن قصتها أبدا ويقول إن أمها الله يرحمها كانت تسمع عن قصة هذه الجدة قبل ما تتزوج أبوها ولما تزوجت أبوها كانوا عايشين كلهم في بيت واحد بيت كبير جدا وتقول إنها أول ما تزوجت يسمونها أم العائلة لوجود مكانة إلها واحترام كبير من أفراد العيلة وهي اللي تسوي كل شي صغيرة وكبيرة في البيت ما يسوونها إلا بإذن هذه المرأة ولكن السؤال الأهم في هذه الحلقة إشلون فاطمة انتقلت من الإمارات إلى السعودية هل هي هربت من زوجها؟ هل هي خطفت؟ إيش قصتها؟ إشلون فقدت؟ إشلون انخطفت؟ إشلون راحت منطقة الرياض وهي أصلا ما كان عندها أوراق ثبوتية كاملة يقول هنا ابن رجل الأعمال إشلون هذي فاطمة كانت ترعي الأغنام في أحد أطراف اللي هو قريتها وقريتها كانت على حدود رأس الخيمة كانت ترعي الأغنام فجأة جاوا مجموعة خطفوها بشكل سريع جدا بدون ما أحد يحس فيهم يقول إن كانت أول في قديم الزمان كانوا رجال الأعمال يقومون بتجارة بيع البشر يعني يأخذون واحد ويختطفونه عشان ينتقل يعني مثلا يقوم بالأعمال المنزلية لدى أحد الأسر الكبيرة والغنية وهذا كان دائما يحصل على الساحل العماني لكن هذه البنت فاطمة اختطفت تقلوا فيها هذول اللي خاطفينها إلى أن وصلوا إلى الحدود القطرية وظلوا هناك إلى أن مرضت هذه فاطمة وفقدت وحدة من عيونها والسبب إنها صابها بعض الفيروسات في عيونها ما علاجاها ذاك الزمن هذا الكلام كله من سبعين سنة يسرد القصة ويقول إن بعدها قاموا هذول اللي خاطفينها تسللوا من قطر عبر الحدود السعودية القطرية إلى داخل الأراضي السعودية ومن هناك باعوها حق واحد سعودي هذا الرجل تاجر باعها حق عم هذا رجل الأعمال بثمانية آلاف ريال يعني كان ذاك الوقت ثمانية آلاف شي عظيم ولما اشتراها كانت هي قبل ما تدخل العشرينات من عمرها يعني بصحتها وظلت تشتغل بالأعمال المنزلية إلى أن كبرت كبرت وكبر قدرها وكبر منزلتها مع هذه الأسرة قامت تحترمها احترام كبير جدا لدرجة إنهم ما يستغنون عنها ويعتبرونها فرد من أفراد العائلة وكذلك في سؤال مهم جدا ليش ما ساعدتوها وخليتوها ترجع لأهلها قال أول ما وصلت كانت تشتغل وكانت تعمل بعدين عمامي كانوا يحبونها ويكرمونها ويعطونها كل شيء ما في طلب تطلب إلا ينفذ لأنها كانت بمقام الأم في العائلة كانت محببة جدا من العائلة إلى أن جاتها أمي وقعدت معاها يوم وقالت لها إش رايك يا فاطمة نخليك تشوفين أهلك على الأقل تعرفين أهلك تشوفين أخبارهم تشوفين أخبار العائلة قالت هي لا أنا ما بأروح وين أهلك ساعة تقول في رأس الخيمة ساعة تقول في دبي لكن في الأخير ما رضى تتروح ولا تزور أهلها ما يعرفون شنو السبب بالضبط تقول لا أنا خلاص أصبحت منكم وما أقدر أفارقكم الحلو في الموضوع أنه كان في قرية في أبها على ذاك الزمان كانوا محتاجين مسجد افتتحوا لها مسجد باسمها في هذه القرية وكانت فعلا تروح معاهم أبها في بيتهم الثاني كانت دائما معاهم وكانوا ما يحسون أنها غريبة إلى أن توفاها الله في الستينات من عمرها والسؤال الأهم هنا كيف هذه فاطمة قدرت تتنقل وتسافر معاهم بدون أوراق ثبوتية وشلون أصبح بعدين عندهم أوراق تثبت أن هذا اسمها الحقيقي هل أن هذه فاطمة أخذت أوراقها من الأسرة نفسها وهربت فيها ولا إيش خصوصا أن بعد ما توفت شافوا لها صور من حفيظة النفوس بنفس اسمها قال هذا الشاهد أن المختطفة فاطمة الله يرحمها ما كانت عندها لما جتهم أي أوراق ثبوتية لكن أبوهم الله يرحمه أصر أن يعمل لها أوراق بنفس اسمها لأنها ظلت مدة طويلة معاهم فتعرفون أول ما كانوا فيه إجراءات تشديدية مثل الحين نتكلم إحنا قبل سبعين سنة فسوالها أبوه أوراق ثبوتية في حفيظة النفوس باسمها الكامل حسب شهادتها إهي لكن الولادة إهي قالت إنها ولدت في مدينة دبي ما قالت رأس الخيمة وعطتهم تاريخ ميلادها 1335 هجرية بحكم إن التعامل في الأوراق الرسمية في السعودية بالتاريخ الهجري ويتذكر هذا الشاهد يقول إن هذه فاطمة كانت فرد من أفراد الأسرة كان لها مصروفها الشهري كأي وحدة من أفراد الأسرة وكذلك كان لها غرفتها الخاصة وأشياءها الخاصة كانت معززة مكرمة بالعكس كانت قريبة منهم لدرجة إنهم يحبونها ويعتبرونها جدتهم يقول كنا رايحين أبها فجأة مرضت في أبها ورجعناها إلى الرياض عشان يبدؤون العلاج وسبحان الله سلمت هناك أنفاسها وتوفت في الرياض قبل 17 سنة وكانت في الستينات من عمرها هذه قصة المختطفة فاطمة فعلا فعلا قصة غريبة وتعطي أمل لكل مخطوف سواء انخطف قريب ولا انخطف بعيد الحقيقة سوف تظهر سواء عاجلا أو آجلا احنا نتمنى إن كل المخطوفين يرجعون الأهاليهم ما تدرون يمكن السنة هذه نسمع قصة رجوع أحد المخطوفين ليأسرهم الحقيقية ونفرح معاهم تتكرر هذه الفرحة وينقطع الاختطاف والفقد ويكون في هناك حماية المخطوفين عشان ما يخافون من الرجوع الأهاليهم يكون في ضمانات يكون في جمعية تستقبلهم وترجعهم الأهلهم بكل سلاسة بدون أي مشاكل وبدون أي معاناة نفسية هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو وتابعوني في وسائل التواصل الاجتماعي راح أحطها لكم تحت في صندوق الوظ ترجمة نانسي قنقر